بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الفتنة فمما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعود بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وهكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ من الفتنة لماذا؟ لأن الفتنة من أخطر الأمور التي ربما إذا تعرض لها الإنسان أفسدت عليه دينه وأفسدت عليه حياته وأفسدت عليه آخرته ورب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ينبهنا ويعلمنا أن الإنسان في حياته معرض للفتنة فربما يتعرض الإنسان للفتنة في ماله أو يتعرض للفتنة في أولاده أو يتعرض للفتنة بسبب ما هو فيه من وظيفة أو من جاه أو من حسب أو من مثل هذه الأمور التي تدعو الإنسان إلى التفاخر فربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ينبهنا إلى هذا وأنه يجب على الإنسان أن يتعامل مع الفتنة تعاملا ينجيه منها فيقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون نعم الإنسان المؤمن يتعرض لابتلاءات الإنسان المؤمن يتعرض لاختبارات الإنسان المؤمن يتعرض للمحن وهذه المحن وهذه الابتلاءات التي عبر القرآن الكريم عنها بلفظ الفتنة يجب على الإنسان أن يتعامل معها تعاملا يصل به إلى النجاة من الفتن والعياذ بالله ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا والقرآن الكريم أرشدنا ألا نغتر بالفتنة مهما كانت فإذا فتن الإنسان والعياذ بالله كان يجب عليه أن يفيق من غمار هذه الفتنة وأن يلتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يطلب من الله تعالى النجاة في القرآن الكريم نجد الحق سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين أن يفتنوا بأولادهم أو أن يفتنوا بأزواجهم أو أن يفتنوا بأموالهم فيقول الحق سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم معلوم أن المال وأن الأولاد هم زينة الحياة الدنيا كما أخبر القرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فهكذا يجب على المؤمن أن يعلم أنه إذا أصيب بضر أو إذا أصابته نعماء فإنما هذا الضر وهذه النعماء يجب أن يتعامل معها بكونها وعلى اعتبارها اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى فإذا ابتلي بالنعمة فإنه يقدم الشكر لله سبحانه وتعالى فهو الذي وهبه إياها وأن يستعملها في مرضات الله جل في علاه وإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالضر فإنما يصبر على قدر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا من عند الله جل في علاه فيرضى بما قسم الله تعالى له القرآن الكريم يدلنا على هذا فهذا هو القرآن الكريم يقول فيه رب العالمين جل في علاه وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ نعم الشر والخير فتنة يتعرض لها الإنسان أي اختبار وامتحان وابتلاء يتعرض له الإنسان فإذا تعامل الإنسان مع هذه الفتنة أو مع هذا الابتلاء بالمنهج القرآني الذي تعلمناه من القرآن الكريم كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى يبتل الإنسان بالنعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى فيزيده الله سبحانه وتعالى نعما على النعم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم هذا نوع من التعامل مع الفتنة التعامل مع الفتنة بالنعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان أما إذا كانت الأخرى فإن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الحكيم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أما إذا تعامل العبد بغير هذا المنهج فإنه ينعكس أثر ذلك سلبا على نفسه في عدم شكره لله وعدم صبره على قضاء الله وينعكس على المجتمع إذا استثمر ما له أو استغل أولاده أو استغل جاهه ومنصبه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وفيما يؤذي عباد الله جل في علاه هذا وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين